في إطار زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيسي مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية تم الإعلان عن ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال المعلومات الإلكترونية والصناعة والخدمات اللوجستية وعلوم الفضاء نعم هذه الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها أن تدفع التعاون بمسارات لما يتطلع وما إلى مختلف المجالات لا سيما في قطع الفضاء نتائج متميزة لزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مؤخرا تمخض عنها التوقيع على اتفاقيات عدة ركزت على تطوير وتنمية التعاون الثنائي في مختلف المجالات الحيوية التي من شأنها الدفع بمسارات علاقات الصداقة والتعاون المشترك في جميع المجالات فمن بين هذه الاتفاقيات هو الإعلان عن انضمام مملكة البحرين لاتفاقي تعاون أرتمس بشأن الفضاء وتعزيز التعاون الفضائي عالميا خصوصا وأن هذه الاتفاقية من شأنها أن توفر الكثير من فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء كما سيعزز من تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الأعضاء ويتيح المشاركة في مشاريع ذات جدوى معرفية واقتصادية وبما يسهم في تحقيق الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء لأهدافها المنشودة والمتمثلة في رفع اسم البحرين عاليا في قطاع الفضاء فضلا عن دورها بتوفير فرص التدريب وتعزيز المشاركة في الأبحاث العلمية والتجارب الفضائية ومن جانب آخر يتيح هذا الاتفاق فرص التعاون والاستثمار في قطاع الفضاء والحصول على البيانات والصور الفضائية المتحصلة من الأنشطة المتصلة بما ينفذ من أعمال تحت مظلة هذا الاتفاق خولة لجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين